اشتركوا في القناة الحمد لله طيب بدء زي بدء يمكن احنا كنا بنتكلم على عنوان رئيسي للفقرة هو الدور اللي بتلعبه مصر واللي اظن انا وانت والكثير نتفق مش بس في مصر بل في المنطقة العربية وهناك الكثير من الاطراف العالمية سواء اذا كانوا كتاب سياسيين حتى افراد فاعلين داخل حكومات بلادهم يعلمون جهانا ان الدور المصري في هذه الازمة الراهنة هو الدور الرئيسي السؤال اللي ممكن احنا كلنا نتساءل فيه او نحب نشرحه للناس ليه دورنا هو الدور الرئيسي لماذا يذهب كل زعماء العالم لمهاتفة الرئيس السيسي او القدوم الى القاهرة للقاء واخرهم الرئيس جوزيف بايدن قبل قد صحيح اولا الدور مصري تاريخي لو نتكلم في التاريخ فالتاريخ شاهد وحاضر على الدور المصري في القضية الفلسطينية يعني يكفي ان يعلم الجميع ان مصري خاضت خمسة حروب من اجل القضية الفلسطينية قول الواحدة ده امر مفهوش كلام 48, 56, 67 الاستنزاف 73 خمسة حروب انت انتهت معك مشكلتك كمصر مع اسرائيل بتوقيع التفقية السلام الشهيرة في كامبديفن يعني دور مصر تاريخيا في دعم القضية الفلسطينية دور سابت ومقدس ولا يقبل الجد ولا الكلام ده 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 فيما يخص لكن مصر هي الرقم الاهم وصاحبة المعادلة الاولى في اي حل واي موابة حلول للقضية الفلسطينية الموقف في مصري يوسف لو تأملت في الفترة في هذه الازمة وهي اكبر ازمة تمر بها القضية الفلسطينية من بعد حرب تلات وسبعي بالمناسبة اكبر حتى من حرب يعني اسرائيل اشتبكت مع قطع غزة تحديدا في خمسة مرات صحيح خمسة مرات حتى الرسيسي عرج عليهم في اكثر مرة وتحدث عنهم هذه المرة مختلفة تماما وهي بمثابة حرب حقيقية نحن الان نتحدث في حرب حقيقية جميع المعارك التي مرت في الخمس مرات دي معارك محدودة معارك محدودة بين اسرائيل واقطع غزة تحديدا منذ ان سيطرت غزة على قطع منذ ان سيطرت يعلى قطع غزة حماس تحديدا 16 سنة اه في 2005 عند انسحبت السلطة الفلسطينية وسيطرت حماس على قطع غزة اشتبك الاسرائيليون مع قطع غزة خمس مرات هذه المرة هي بمثابة حرب مباشرة يعني انت تقدر تقول ان في حرب حقيقية بين اسرائيل جيش الاحتلال وبين الشعب الفلسطيني دي حرب زيها زي حرب روسيا واوكرانيا انت في حربين الان في العالم حرب روسيا واوكرانيا والحرب الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني المرة دي مختلفة دي الموقف المصري موقف كبير جدا احنا عشان نتكلم عن موقف المصري عشان ما يتقلش عننا ان احنا بنتكلم بشوف النية لا تعال بص على شواهد الموقف المصري ونتائجه اخر حاجة مثلا على سبيل المثال موقف الرئيس جوزيف بايدن في بداية الازمة من يوم 7 اكتوبر وشوف موقفه في البيانة اللي اعلنوا البيت الابيض واعلنوا المتحدث باسم مقرس الجمهورية قبل قليل شوف شوف مدى التباين بين الموقفين من منتهى التشدد والتعنت من الى التوافق من الاقصى الى الاقصى على طول الاقصى الى الاقصى حتى ان الرئيس جوزيف بايدن جاء في زيارة الى تل عبيب والتقى رئيس الوزراء الاسرائيلي واعلن تصرحات يعني منحازة كل الحياة شوف حجم التغير في النوقف الامريكي الان الان اليوم الرئيس الامريكي بيتحدث عن السيناريو المصري الذي رفضته القاهرة منذ اللحظة الاولى هو لا للتهجيل قصريا لا للتصفية القضية الفلسطينية مع دخول الشاحنات الى قطاع غزة امر لا يقبل الجدل احنا النهاردة لحد النهاردة كان 47 شاحنة احنا قبل قليل بنتحدث عن 100 شاحنة هيدخله بعد المحادثة الهاتفية بين الرئيس السيسي والرئيس جوزيف بايدن انت تتحدث عن دور مصري دور مصري انظروا عليه منذ البداية الدور المصري العالم كله نظر الى يوم ما حدث في 7 اكتوبر نظر مختلفة تماما تعاطف تعاطف كبير جدا مع اسرائيل تعاطف كبير جدا حتى ان كل دول العالم تقريبا الا الدولة المصرية اللي هي كانت مصري بتقول لا يجب ان ينظر الى ما حدث يوم 7 اكتوبر بمعزل عن القضية الام وهي القضية الشعب الفلسطيني المعاصر وانه دي قضية شعب محتل فكان صوت الرئيس السيسي هو الصوت الوحيد الوحيد والاقرب كدولة اقليمية كبرى صاحبة قرار الحل لن يكون هناك حل في القضية بين اسرائيل وبين الشعب الفلسطيني الا ويتم عبر القاهرة ده امر معروف تاريخيا ووقتيا وجغرافيا يعني بكل ما تحمل معنى بأي مقياس بأي معيار حتى المحتجزين اللي تم تفرج عنهم تم تفرج عنهم من خلال مين من خلال قاهرة مظاهرات قدام السفارة المصرية في تل قبيب تطالب ده من مين بقى؟ من أهالي الأسرة الإسرائيليين بيطالبوا مصر بضرورة التدخل للإفراج عن ولادهم أو أقاربهم أو ذويهم مش بيطالبوا من الحكومة الإسرائيلية إنه هو شايف إنه ما بتعملوش حاجة بالضبط كده وسايباء النهاردة أنت بتتكلم في إسرائيل النهاردة في تفكك كبير جدا داخل إسرائيل وفيه هجوم النهاردة بتتكلم على أنت على أنه كل استطاعات كل استطاعات النهاردة استطلع رأيك في إسرائيل 80% بيقول لا يسقوا في الحكومة و 50-50 مع العملية اللي بتحصل في على الشعب الفلسطيني 50% مؤيد بعدما كان التأييد كان تقريبا مع عدد 90% أنت بتتكلم على 50% والمعركة اللي بين الجيش الإسرائيلي وبين الحكومة الإسرائيلية النهاردة دي معركة كبيرة جدا اللي انت أشرت إليها في الإنترو عندك تتكلم على موقف مصري لا الموقف مصري تعالى أقول لك الموقف مصري عامل إزاي أنه انتزع انتزع أنه حلح الموقف العالم كله اللي كان مؤيد جدا ومتعاطف جدا مع إسرائيل إلى أنه بتتكلم حتى وصولا لحد أول مبارح أو مبارح تقريبا الجمعية العمومية في الأمم المتحدة أن 120 دولة تصوت على قرار العربي أنه ضرورة وقف اطلاق النار ضرورة هدنة إنسانية ضرورة دخول مساعدات إنسانية هو ده كان موقف العالم قبل أسبوع موقف العالم كان هنا وأصبح على الأقل 120 دولة تحركت من هنا إلى هناك مين صاحب ده؟ ده موقف المصري الآن حتى أنا خليك أتكلم بوضوع شديد الولايات المتحدة الأمريكية لجأت في بداية المسألة بداية الأزمة إلى بعض الأطراف الأشراكة أوساطين أدركت الآن أن الحل عبر البوابة المصرية ولن يكون هناك حل إلا عبر البوابة المصرية أنا عايز أقول لك بس يوسف أنه حتى الحل المصري بيغصون سمعة الدول الغربية اللي هي تورطت بالعنصرية تجاه الشعب الفلسطيني الدول الغربية وبعض الدول الأوروبية الكبيرة سمعتها بقت في الوحل لأنها انحازت انحاز عنصري ضد الشعب الفلسطيني لم تسمح برفع لفتة واحدة لتأييد حق الفلسطينيين في الحياة مصر الموقف المصري بالمناسبة من يعني من عظمة الموقف المصري وأهميته دا ما نفهمه إحنا كويس مصر بتاخد المسألة قضية الشعب الفلسطيني مش قضية دينية وده على فكرة دمونه مهمة جدا هي قضية شعب محتل وقضية إنسانية المنحة ان القضية الفلسطينية قضية دينية دا غلط وده خطأ وعلى فكرة دا أثر بالسلب على القضية الفلسطينية طول عمرها انت بتتكلم على على موقف مصر قدرت إن هي تاخد العالم كله من 7 أكتوبر اللي كان ودين فيه الشعب الفلسطيني إدانة كاملة من تقريبا من 98.000 من دول العالم حتى بعض الدول العربية نفسها اللي هي مؤيدة للشعب الفلسطيني يعني كان عندها موقف من اللي حصل في 7 أكتوبر قدر الموقف المصري إنه ينتزع إنسانية العالم في المسألة إنه تعالوا لا بص على الأطفال بص على العزل بص على المحاصرين بص على قطع الكهرباء على قطع المياه انظر إلى ما يحدث فيه غزة على إنه حصار إنساني بالدرجة الأولى طيب هنا يمكن هفكر معاك بصوت عالي أو هسألك بمنطق التفكير مش بس بمنطق التساؤل يعني إنه الدول اللي لعبته مصر لإيقاظ الضمير الإنساني حول ما يحدث في غزة ذهابا إلى الدور السياسي للعبته مصر حتى تغير وجهة النظر في مسألة إنه هي قضية كانت تصل إلى مرحلة الموت مش أقولك السبات فأصبحت القضية مرة أخرى مستيقظة أمام العالم موجودة في بؤرة الحدث فأصبحنا بنتحدث على قمة قهرة للسلام بنتحدث على حل الدولتين تحديدا أصبح ما يكتب في الصحافة الغربية نصا مبادرة السيسي للحل في المنطقة هذا هو ما يكتب إنه أي حل بد أن يمر عبر القاهرة لن يكون هناك حل اللي عبر القاهرة تساؤل اللي هو التفكير بصوت عالي هل بهذا الجهد وما وصلنا إليه من إنه البصلة الإنسانية أصبح فيها 120 دولة تصوت لأجل هذه القضية على الأقل في الحل الإنساني ووجود هدنة إنسانية هل ممكن ما يوصل إن إحنا هنجلس على موائد المفاوضات لحل الدولتين يعني هل يصل بنا الرئيس الأمريكي تحدث عن ذلك قبل أسبوع واليوم في بيان البيت الأبيض أنه الرئيس الأمريكي مصمم على فكرة هو خطورة الموقف المصري عمل حاجتين الحاجة الأولى أن أستدع الحل التاريخي اللي توافق عليه الدولة العربية هو حل الدولتين اللي هو كان مات طوال 13 سنة أنت في 13 سنة منذ يعني اندلاع الثورات داخل الدولة العربية في 2010 وانت جاي يعني كل الدولة العربية انشغلت بما يحدث بداخل صحيح من اقتتال داخل وحروب أهلية وثورات وانهيار حكومات وانهيار الدولة والدولة الوطنية وخلق أزمات وخلق الوزن وكل ذلك توارى بعيدا فكرة حل قضية الشعب الفلسطين المحتل استدعى الرئيس السيسي بموقفه التاريخي في الأزمة استدعى فكرة حل الدولتين وطرحوا على الطاولة العالمية يعني في قمة السلام كان خطاب الرئيس السيسي كان في خطابه ضرورة أن تحل القضية عبر استدعاء الحل التاريخي وهو حل الدولتين الرئيس الأمريكي يتحدث الآن في خطاباته المتكررة مؤخرا عن أنه سيسعى جاهدا لبدء مساعي حل الدولتين أنت تتكلم على أكبر دولة في العالم وهي الرئيس الأولى للسلام في الشخص الأوسط منذ يعني منذ سنوات طويلة أنت تتكلم على ده أنت استدعاء هذا الحل ووضع على الطاولة ده أكبر نجاح للدبلوماسية المصرية بالمناسبة المفاوض المصري في هذه الأزمة كان بارعا طيب هفكر معاك برضو بصوت عالي يعني أنا أظن أن إحنا محتاجين للوصول أن إحنا علشان نقدر نوصل لمقدة المفاوضات دي هنحتاج لكثير جدا من العمل المكسف الرئيس الحقيقة أنا أرى أنه بيقوم بكل الأدوار الدور القيادي كرئيس الدور الدبلوماسي الدور حتى الإعلامي والصحفي ما أطلق عليها أنا زي ما تقالك على مسؤوليتي المحاضرة التي أعطاها لبلينكين فكأنه يتحدث نيابة عن الإعلام والصحافة العربية قاطبة هو قادر مسألة جدا هو أولا إيه اللي حصل إيه بقى حر حصل 7 أكتوبر وقاد وفعل أليم صحيح حصل 7 أكتوبر فجئنا من خطاب الدولة الرسمي أنه بيكشف مخطط كبير هو مخطط قديم لكنه أنه بيكشف استدعاء إسرائيل له في هذه الأزمة وهو تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القصرية أول ما نكشف عن هذا المخطط في الأزمة هو موقف الدولة الرسمي وموقف الرئيس السيسي وتحدث به صراحة جهار النهارة طب حد يقول لي على فكرة السرائيل ما قالتش الكلام ده لا اللي قال الكلام ده ده خطاب غير رسمي لكنه خطاب بحثي مركز بحث مسؤولين سابقين فضلا عنه خطاب أصلا قديم وتاريخي ويستدى إسرائيل تستدعيه كحل استراتيجي لقادي الفلسطينيين بخطاب بدء النهار ده بقاله 125 سنة من وقت مؤتمر بازل هما اللي قالوا أرض بلا شعب لأجل شعب بلا أرض ده هما اللي قالوا بالظبط وتتبع أثار القصف الجوي والمعركة الدائرة بين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني بص على الأرض هتلاقي أنه عند إسرائيل لها ثلاث أهداف في المعركة الدائرة الأخيرة ثلاث أهداف فالهدف الأول وهو هدف استراتيجي هو تصفية القضية الفلسطينية تصفية عبر التنبير فيضرب في الشمال علشان يزوء المعركة الجنوب النهاردة 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 الرئيس الأركان للجيش الإسرائيلي بيقول لهم اذهبوا إلى الجنوب ده بتتكلم ازاي وهيضرب في الضفة عشان يزوء نحية المملكة الأوردونية مين اللي أعلن الموقف ده بدأت مين الدولة المصرية الرئيس السيسي أول من أعلن احنا كإعلام فوجئنا كان موقف الدولة المصرية كان سابق الشارع المصري لأول مرة في الاعتداء احنا في كل مرة موقف الحكومات بيتأخر عن موقف الشعوب طول الوقت وده بيعمل مشكلة على فكرة وخلق أمنية في الشارع الشارع الرئي العام العربي المصر والعربي احنا لأول مرة بيلاقي موقف الدولة سابق لموقف الشارع الشارع فوجئ بهذا الموقف الكبير جدا ولذلك هنا الشعبية الرئيس السيسي ارتفعت ارتفاعا كبيرا في الشارع المصري والشارع العربي والشارع الإسلام يعني على اعتبر وده أنا لو اديت لي بقى فرصة أقول لك هي جملة واحدة بل إنه الشعبية الطاغية للرئيس السيسي في الشارع المصري والعربي والإسلامي لفتت الأنظار بتاعت العالم إلى قدرة هذا الرجل بزبط كده كزعيم لهذا بزبط الشعب والأمة العربية وبعدين أضف أن الشارع الإنساني العاكمة في المية الشارع الإنساني أتفق معك لدينا لقاء تاني لازم يكون قريب ويا سلام لو نقطر إن شاء الله يعني إيه ادي لنا بس أنت المساحة دي إن شاء الله أشكرك جدا كل شكر لك كاتبنا الصحفي الكبير وصديق العزيز دائما الكاتب الصحفي أحمد الخطيب رئيس فطاع الثقافة والتراث بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الدور اللي لعبه الرئيس السيسي الدور اللي لعبه فخامة الرئيس السيسي الدور اللي لعبته مصر بكامل مؤسستها دور تاريخي بكل ما تحمله الكلمة من معنى ذاهبين ذاهبين لوقف إطلاق نار بالمناسبة ذاهبين ذاهبين لمناقشة آليات ماذا بعد وقف إطلاق النيران ذاهبين ذاهبين لمناقشة في وقت من الأوقات ومش بعيد زي ما أنت متصور أو زي ما يريد البعض أن يتصور ذاهبين ذاهبين إلى مناقشة آليات كيفية وضع حلول أو حل الدولتين على حدود ما قبل أربعة ستة الف تسعمائة سبعة وستين كتب التاريخ وسيستمر في الكتابة خلصت الحلقة لحد كده كليم رمز واقف هناك أهو منتظر أنه يدخل ينور برنامجه رقم عشرة أما إحنا لو كلمنا لعمر فأناقبلكم بكرا إن شاء الله في نفس المعاد وبرنامجكم التاسعة سلامات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر